أستاذ دكتور ياسر البطروي أستاذ إطالة وتقويم العظام جامعة الأوزهر أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك يمكن إحنا قبل ما نطلع هوا هو دلوقتي على طولك تلسه بكلم حضرتك وبقولك الإطالة أوكي هنتكلم عنها بس وقفت عند كلمة تقويم يعني إيه تقويم العظام تقويم يعني زي ما قلت حركة حاجة معروضة وإحنا بنعدلها زي مثلا تقويم الأسنان أو حاجة مشوهة وإحنا بنزبطها بالشكل الطبيعي بتاعها بحديد برضو ما هو الأسنان بتتعامل بحديد وبتتشد نفس الكلام نفس الكلام بس في حاجات يعني في الأزامة عندنا ممكن بنستخدم حاجات خارجية أحيانا بنستخدم حاجات داخلية من جوه سواء مسامير نوخائية بتبقى جوه العظمة أو شرايح ومسامير ما بتبنش من بره كل حالة ويبقى لها النظام بتاعها طيب نتكلم عن الإطالة إمتى بت لما حد جي قصير مثلا أنا أسر لغاية أنا أسرة تحس تقول لا ده لازم عمله إطالة أو ده ما ينفعش يتعمل له إطالة هو طبعاً ما فيش حاجة اسمها لازم يعني ما فيش لازم أعمله أو ده حاجة بترجع للسيلف ساتسفاكشن بمعنى إيه؟ لا أنا مش قصدي إنه ما فيش حاجة لازم قصدي أجي لو جيت لحضرتك مثلا قلت لك أنا عايز أعمل بتقول لا ما ينفعش ما ينفعش يتعمل في حالة إيه؟ ما ينفعش يتعمل تطويل يعني؟ لا يعني يعني بقى في حاجات مقبولة في طول مقبولة يعني أنا مثلا جاي المرة لعب كرة سلة إنجليزي هو طوله 191 سنتين 191 سنتين وعايز يتول كمان أكتر من كده 6-7 سنتين عايز يتول الشبكة؟ يعني عايز يتول أكتر فأنا ما رديش أعمله طبعاً لأن أي عملية بنعملها لازم نحسب الأمور هتمشي إزاي فواحد كويس وطوله مناسب طب أطوله ليه؟ أنا ما اقتنعتش أن أنا أعمل له عملية أطول فهي القصة كلها بترجع حضرتك لإيه؟ السيلفي ساتسفاكشن أو الردع عن النفس ممكن واحد أو واحدة واحدة مثلا طولها 158 أو 160 بس مبسوطة جداً وما عندهاش أي مشكلة واحدة تانية طولها 163 أو 164 وحاسة أنها سيارة وتعبالة نفسية فدي بنعمل لها عملية تطويل لأن طبيب الأمراض النفسية بيريكم من أنها خلاص فهو بتروح لحد نفسي هي مش قادرة تعيش مش قادرة تعيش بالطول دا لا تعيش بالطول دا الموضوع مسلطر على دماغها تماماً وخلاص هي حاسة أنها لازم تطول لأن مش قادرة تعيش في المجتمع وتتعامل مع الناس فأحيانا بنعمل العملية لهذا السبب فموضوع العملية بقى التجميل ملوش قواعد قوي بأن نقول لا لازم أو لا ما ينفعش نعمل حدود تطويل حضرتك للعدم بتاع الرجل وعشان تطول لازم الرجل ما ولهاش حالة تانية لازم ايه؟ الرجل مش هي اللي هتطولها احنا بنقول السقيني إما من تحت الربة أو الفخدين من فوق الربة أو الاتنين من تحت ومن فوق بس على مراحل مختلفة على حسب الطول اللي أنا بشتغل عليه يعني فيه واحد مثلا طول قصير قوي هو جايه طوله مثلا مية وخمسين وعايز يبقى مية وخمسة وستين أو مية وسبعين يبقى يحتاج عملية تطويل من تحت ومن فوق عشان ما ينفعش أطوله مثلا خمساشر سنتي من تحت الرجبة هيبقى طول السقين طويل قوي طويل وفخد قصير قوي يعمل ديس بروبورشن أو عدم تناصب في شكل الجسم طيب أسأل تانية حاجة تانية العملية اللي بتتعمل للتطويل للتطويل الرجل يعني افرد مثلا واحد طوله مثلا مية وستين متى وستين وعايز يبقى مية سبعة وستين متى وستين يعني حاجة بسيطة كده بتتعمل وبتبقى سهولة هل الطول أو الأقل بيبقى فيه إفادة أو اللي هي هيها؟ يعني اللي عمل تلاتة سنتيه يعمل عشر سنتيه مجراش حاجة لا لا احنا حرك يعني العملية ما بنعملش عملية عشان نطول اثنين أو ثلاثة أو أربعة سنتيه مثلا ايوه احنا أقل حاجة بنعمل العملية عشان نطول ستة سبعة تمانية سنتيه ده أقل حاجة ايوه طيب العملية بقى أولا بتعملوها ازاي بتعود قد ايه وقت تمام احنا حركة بنعملها ازاي ان احنا حركة بنركب امبلانت سواء جهاز خارجي أو مسمار داخلي بنعمل أطعف العض وبنبعد العضم عن بعده بالتدريج يعني بمقدار مليمتر في اليوم والمليمتر ده متوزع على ثلاثة أو أربع مرات يعني ربع ملي كل ستة ساعات مثلا ايه ده لا 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 انا مش فهم ولا حاجة اه احنا حضرتك لازم عشان نعمل العملية ونطول ايوه لازم نعمل قطع في العضم تمام القطع اللي في العضم ده بنعمله من فتحة جراحية حوالي 3-4 ملي فتحة صغيرة جدا مش بنفتح فتحة كبيرة على العضم يعني في وسائل عندنا حديثة بنقدر نعمل بيها القطع العضم يعني مش بتفتحه بقى فتحة ايه فتحة 3-4 ملي هي اللي بنعمل منها العملية ايوه وبعدين بعد كده بنعمل القطع في العضم ده وبعدين بنبعد العضم عن بعده تدريجيا بمقدار ربع ملي كل ستة ساعات ليه هو الزبون ببعد لا طبعا احنا حضرتك المريض حضرتك بيتحرك وبيمشي هنشوف في السور اللي هتيجي بالوقتي المريض بيتحرك بيش المريض بيخرج من المستشفى بعد يومين او ثلاثة من العملية وبيمارس حياته مش هنقول طبيعي لكن شبه طبيعي بيتحرك وبيمشي فيه سواء عملنا العملية ركبنا جهاز خارجي او مصمر داخلي طب انا عايز اشوف لو سمحتوا بقى مفضلكوا اقطعوا على الصور مش جاهزين اجهزوا بقى عشان نتكلم عملي لو سمحتوا احنا فيه طريقة ان احنا بنحط مسبت خارجي يعني بحاجة حوالين الساكو المسبت ده بيتوصل بالعزام وهو اللي بيعمل لنا انه هو يبعد العظم عن بعده بالتدريب فيه طريقة تانية حديثة شوائية ان احنا بنحط مصمر داخلي داخل العظم من جواب ما فيش اي حاجة بين من بره خالص والمصمر ده ممكن فيه انواع مختلفة ممكن بيعمل عن طريق الكتروماجناتك ويفز يعني بنمسي الجهاز من بره بيطلع موجات كهروماغناطيسية بيخلي المصمر اللي جوا ده يطول بنستخدم الجهاز ده هو 3 او 4 مرات في اليوم كل مرة بنطول بيها الرجع ملي لمدة ديئة او ديئتين فيه مصمر تاني المصمر نفسه موتورايز يعني فيه موتور في المصمر وبنزرع له سنسور تحت الجلد والمريض بيبقى معاه ريموت كنترول بيتحكم فيه في التطويل الكلام ده فترة معينة وكي بتاخدوا منه الريموت كنترول لغاية لما بنخلص التطويل التطويل بيخلص بعد قد ايه مثلا على سبيل المثال لو انا بطول مثلا 6 سنتي او 7 سنتي بياخدوا لهم حوالي 3 شهور من تاريخ العملية بعد 3 شهور دول بيكون مرحلة التطويل خلصت تماما يعني بيطول في تطويل بتبتدي بقى بعدها مرحلة التماسك العظام اللي هي المكونة بتاخد لها حوالي 3 او 4 شهور يعني القصة كلها بتاخد حوالي 6 او 7 شهور سمعت برضه في حلقة قبل كده في التلفزيون احد الاطباء كان بيتكلم بيقول انها بتاخد سنة ونص او سنتين فالكلام ده هنا 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 في رفت لنا بتاخد حوالي 6-7 شهور الموضوع كله والمريض بيتحرك وبيمشي وكل حاجة بعد ما بيخلص العملية بيطلع يجري يعني ما عندوش مشاكل يعني وبيمشي عادي ما بيحسش بألم ما بيحسش بحاجة خالص بيبقى فيه ألم طبعا زي أي عملية طبعا في الأزام بيبقى فيه ألم أول يومين 3 فعشان كده بنقعد المريض في المستشفى أول يومين 3 بعد العملية عشان نعمل كنترول للألم اللي هو موجود بعد كده خلاص بيبقى يعني بيمارس حياته شبه طبيعي طبعا بيبقى فيه جهاز بيلعب كرة يقدر يلعب كرة لا مش يلعب كرة بالجهاز يعني لا بقى خلص الجهاز اه اه فلاش فكلا العملية بتاع بيرجح حياته طبيعي تماما ممكن لو ولد يلعب كرة لو بنت عادي جدا أنا عندي مريض هو حاليا يعني فوتفول بلاير في السويد يعني بيلعب لعب كرة مخترف في أحد النوادي وموجود يعني عملت له العملية من حوالي 7-8 سنين طب لأ ثاني واحدة لا مش عايز أعرف اسمه ايو لين ليه لا من عرفش اسمه مش عايزين نعرف اسمه مش درون يعني هو اسمه طبعا يعني هيحرك طبعا اسمه عندي وداتة بتاعته عندي كلها هو ببقى يعني مرضى بيحبه ان هو لو أنا قلت اسمه ويبقى المريض يخاف ان انا قول اسمه طبعا لا 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 ما ينفعش لان دي حاجة كونفيدانشال اه طبعا طبعا عايزة عايزة بس لو عايزة ممكن بتتوهوا الأسئلة مني او مش عايزة حد الصورة هي نزلت ده احنا كنا نتكلم على التقويم او تقويم العزام يعني ده مثلا طفل حراك عنده تقوص في السقين جامد جدا ايا وده صورته بعد ما عملنا التقويم كان زمان التقويم بتعمل ان احنا بنكسر الصاق بتاع الطفل ونجبسها الكلام ده ممنوع دلوقتي خالص يعني انا بقى لي مثلا يمكن تسع سنين ما عملناش العملية دي خالص قبل كان احنا نكسر العظم ونجبسه خلاص داتي بتقويم بقى اه دلوقتي ده عمل تقويم بدون كسر الانظامة في حال 6-7 شهور الساق تزبطت من غير ما نكسر العظم ده قبل وده بعد ده قبل وده بعد من غير ما نكسر العظم ولا نجبسه خلاص دمام ده التقويم ده تقويم دي خارط حوالي مثلا 6-7 شهور ها دي بقى ولازم يبقى هو صغير مش وهو جب والله يعني يعني بتبقى في اي سن طبعا قبل قبل ما مراكز النمو تتقفل ان احنا بنشتغل على مراكز النمو تمام تمام كنت عايز اسأل حيك اللعيب الكورة بتاع سويد جي عملها هنا في مصر اللعيب الكورة بتاع سويد جي عملها هنا في مصر كلهم بيجوا عملها في مصر ماشاء الله ممثلين من هوليوود عملوها في مصر ايه ده ازاق يعني اختاروا مصر يعني تحقيق هو حالة لأسباب لأسباب كتيرة يعني هو المريض بيدور على بذات المريض اللي هو الأمريكي أو الأوروبي بيبقى على درجة عالية من الثقافة وهو بيدور عايز حاجتين عايز يعمل العملية بشكل وعايز تكلفة تكون معقولة لأن العملية دي تعتبر عملية تجميلية مش متغطية بالهيلس انشورانس أو بالتأمين السحفي حاجات التجميلية هي بتتكلف عملية زي جدي بتتكلف في أمريكا من خمسة وتمانين ألف لمية واربعين ألف دولار طبعا تكلفتها هنا ولا ربع التكلفة داية فهو عايز يعملها بتكلفة ليلة وبشكل بروفشنال فأنا يعني تعلمتها في أمريكا بعملها بنفس الإمكانيات ونفس الأدوات ونفس الأجهزة اللي هي موجودة في أمريكا وبنعملها هنا في مصر بيكون التكلفة بتاعتها أقلب كتير جدا من التكلفة في أمريكا فكلهم بيجوا يعملوها هنا الممثل الأمريكي اللي هو المشهور اللي هو من هوليوود اللي هو عملها عملها علشان لو عملها في أمريكا هتبقى فضيحة بالنسبة لي فهو أجي عملها في بلد تانية عشان ما حدش يعرفه آه طيب حلو طب هنعلق على الصورة دي بس قبل ما علق على الصورة دي فيه دادلاين لأنه ما يفعلش بقى نعمل عملية للشخص ده في سن معين ولا دي ممكن الممثل اللي إحنا عمل لهيرو ده كان عنده 56 سنة لا خلاص يعني ما بتحبش نعملها بعد سن الستين ما بتحبش نعملها شخص عنده سكر مثلا أو عنده أمراض أو بياخد علاج كورتزون أو بياخد أي أدوية يعني بيكون شخص هلسي ما يكونش مدخن التدخين ده كرسي ممنوع نعملها لحد مدخن تمام الصورة بعد ده برضو التقويم للتشوهات الأقدام زي الكلاب فوت أو اللي هي القدم الحنفاء ده حضرتك كان زمان برضو بنسيب الطفل لما يكون سنه 9 شهور أو 10 شهور وبعدين نعمل له عملية دلوقتي بنعملها بنعمل التقويم ده بدون عمليات جراحية وفي خلال أربع أو خمس أسابيع بالزبط دي حاليك خدت أربع أربع أو خمس أسابيع من المنظر اللي حاليك شايفها ده لغاية لما التقويم تم بدون إجراء أي عمليات يا حبيبي ده أكيد طبعا بتبقى يعني هي بنعمل تحريك الأدب بشكل معين وبنجبس الرجل كل أسبوع أربع أو خمس أسابيع بنصلح بتصلح الصورة اللي بعدها مفضلوكة عشان نلحق نعلق على دكتور لكن الطفل في السن ده بتقدر تعمل عليه كنترول إنك تبقى مجبسه وكده ما بيبقاش تعبك أو تعب أهله بالحكاية هو طبعا من الفضل حالك نستخدم في الجبس المتيري اللي تكون خفيفة فيه يعني فيه جبس حديث بيكون خفيف جدا وطري بيدخل تهوية للرجل غير الجبس اللي هو التقليدي دي برضو تقويم يعني برضو تشوه عكس اللي احنا شفناه احنا شفناه التشوه الأنسي ده بيسموه التشوه الوحشي اللي هو للغيرج برضو مش في طفلة دي في واحدة عندها 14 أو 15 سنة ده برضو قبل وده بعد دي بقى عندها إيه كان بقى الرجل اللي عملة كده للتشوه في يعني تتشوه يعني كان عندها تشوه في أسفل عظمة الفغد يعني قرب الربع وعملناه وتعدل برضو نفس الكلام بعد قد إيه تعدل أخذ وقت قد إيه دي خلت حوالي أربع شهور بالزبط أربع شهور في بيك هز فيديو آه فيه بعد كده هيجي فيديوز لل طبعا دي حاجة بقى في الفيديوز اللي جايين دول في حاجة حد طولته آه هيجي هيجي سوار مرضى قبل وبعد طبعا تطويل آه على أساس أنها حجة بقى دي فعلا تجميلية يعني مش زي ده لأ دي حالات كلها حالات مرضية إحنا شغلنا جزء منه طب اللي عندهم الشلل الأطفال أو جالهم شلل الأطفال دلوقتي بقى في حاجة نفس كلام آه نفس الكلام اللي عنده شلل الأطفال بيبقى عنده مثلا ساك طويل أو ساك وسيارة احنا من نعمل الساك اللي ساك ويسايا بنتويلها فبتعمل التوازن خلاص ما يبقاش فيه أي مشكلة بالنسبة طيب أهو بقى ده بيدي يقول لأحد المرضى هو بيجري بالجهاز ده بعد طبعا ما تقول ده كان لعب الكرة اللي هو السويدي طيب خلاص ما احنا عرفناه ما هو ماشي بس هو ما حدش شاف شكله طيب أوكي يعني احنا مش بنعمل العملية والمريض ينم في السرير بالجهاز هو بيتحرك وبيمارس حياته بشكل شبه طبيعي فيه صور تانية هتيجي دلوقتي بس الجهاز ده ده باين ان فيه جهاز اه ما ده الجهاز حضرتك الجهاز الخارجي قولنا ايما بنستخدم جهاز خارجي او بنستخدم مصمار داخلي طب ما ليه ما بيستخدموش المصمار ويخلصوا بدل ما يبقى الشكل برضو بتعتمد ان المصمار الداخلي تمن وغالي جدا اغلى من ده اه طبعا بكتير عملية المصمار الداخلي بتتكلف اربع او خمس اضعاف الجهاز الخارج ياه دي برضو مثلا حالة تشوه تانية برضو لطفل وبعد ما كبر الساق اقصر من الساق التانية كل الحاجات ده هي بتستفيد من التخصص بتاعنا تشوف برضو الصورة اللي بعدها لا ممكن اه بيجهزوا بيها اه الجهاز بقى ده هو بيمشي اه هنرجع صورة اه ممكن ترجعوا الصورة اللي قبل دي مفضلكه اه ده فيه صورة اللي بعد دي مفضلكه اللي قبل دي مفضلكه ايوه في صورة مريض ده هو ده قبل ده من مريض من الالمانيا ايوه هو سمحلي ان انا استخدم صورته هو سمحلي قبل ما ايه واستأذنته اه ده قبل العملية وده بعد ما طول اه اوكي اه السورة اللي بعدها كانت صورة ايه جهاز اللي هو ايه احنا المثبتات الخارجية عندنا انواع فيه مسابتات خارجية حلقية زي اللي حديك شفتيها ركبة في المريض اللي هو كان يجري ده ايوه او احادية الجانب بتبقى بتركب بس من الجنب دي بتبقى مريحة اكتر للمريض بس لها استخدامات معينة في اماكن معينة في يعني جات صورة المريض اهو اللي هي الصورة دي المريض الجهاز ركب في جنب رجله وبنيعمل بيه التطويل وبيقدر يتني ويفرد ويتحرك 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 مافيش اي واجعة بالحديد ده اللي متركه هو واقف مفسوطة هو مافيش اي مشكلة مافيش مشكلة هو بيعمل واجعة حضرتك لو اتركب بشكل مش مظبوط او قدى الى مثلا حدوث انحلال في المسامين بابو بينام ازاي بي افانم؟ بينام ازاي بينام بقى ماذا؟ اما هو هينام عادي مفيش مشكلة ان الجهاز مش حوالين رجله اه صحيح اه الهلم تطور جدا يعني انا بقى يعني مستقرب انا من سنتين كنت بعمل برضو نفس عن الموضوع ده ما كانش برضو بنتكلم بالتطور ده عن التطوير وهو اي له ده الموضوع اصاب شخص يعني انا كنت بعمل الدكتورات في الولايات المتحدة الامريكية الكلام ده من حوالي يمكن 12-13 سنة انا بسافر امريكا ست سبع مرات في السنة عايز اقوله حريك اللي انا تعلمته من 13-14 سنة وكنت بعمله دلوقتي بقى ممنوع يتعمل في امريكا خلاص فدايما باستمرار الواحد لازم يسافر ويتعلم الجديد ويعرف لان هو العلم فعلا يتطور يتطور دكتور عسر بنشكورك جدا على وجود حضرتك معنا ومرسي على المعلومات القيامة طبعا والصور اللي حيكورتها لنا بنشكرك جدا جدا ربنا حضرتك معنا ربنا يحليك مرسي